ونواصل الحرة ليلة من اليمن إذ كشف مصدر سياسي يمني عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها وفدان عماني وسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة الحوثي وأكد المصدر أن الاتثاق الشامل يحتاج إلى لمسات أخيرة قبل الإعلان عنه بشكل رسمي هذه التطورات ترافقها جهود دولية حثيثة لإنجاح المباحثات اليمنية وعلى رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في اليمن كما يصل المبوث الأمريكي الخاص تاملاندر كينغ إلى منطقة الخليج لدعم الجهود الرامية لتوصل إلى اتفاق سلام شامل عبر لقاءات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين ودوليين أما الأمم المتحدة فأكدت عبر مبوثها الخاص هانس كراندنبارغ أن المباحثات السعودية مع الحوثيين عميقة وجدية فما مصير عملية السلام الأممية في ظل تقارب السعودي الحوثي وكيف يرى اليمنيون عملية السلام مرتقبة وهل هذا التوافق سيكرس جد الحوثيين في السلطة وما موقف الولايات المتحدة وما ضوابط بشأن الحل نهائي وهل ترى واشنطن أن مخرجات الحل ستكون ضمن الرؤية الأمريكية بدعم أمريكي ومراقبة أممية تتواصل المحادثات السعودية اليمنية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن الحراك النشط على طريق المصالحة وإحلال السلام تدفعه الولايات المتحدة وفي إطار أحدث الجهود الأمريكية أشار مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاك سوليفان خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتقدم الذي تم إحرازه بدعم من الهدنة الأممية التي نجحت وإن لأشهر قليلة في وقف إطلاق النار وتهديئة الأوضاع على جبهات القتال اليمنية فيما رحب سوليفان بما وصفها بجهود استثنائية تبذلها الرياض لرسم خريطة طريق شاملة تنهي الحرب وتحقق مصالحة بين الأطراف اليمنية بيد أن التفاؤل بالتقدم في الملف اليمني لن يمنع واشنطن من أن تبقي عينا على إيران ورغم الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وفتح سفارتي البلدين مجددا إلا أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة إبقاء القدرات الردعية في منطقة الخليج على أهبة الاستعداد لضمان أمن الحلفاء في المنطقة ضد التهديدات الإيرانية وفقاً لما صدر عن مباحثات سوليفان وولي العهد السعودي تزامناً مع مواصلة المباحثات اليمنية السعودية التي تصدفها العاصمة اليمنية صنعاء بوساطة عمانية يبحث المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيموني لندر كينغ مع مسؤولين سعوديين ويمنيين ودوليين الخطوات الضرورية لتأمين اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار ومواصلة العملية السياسية انطلاقاً من قناعة أمريكية ودولية وأممية بأن اليمن يشهد فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام بالانتقال إلى المشهد التفاوضي في صنعاء أكدت مصادر مقربة من المفاوضات إحراز تقدم بين الطرفين السعودي واليمني قد يتمخض عنه إعلان قريب عن اتفاق شامل ووفقاً للمصادر فإن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء ودفع رواتب موظف الحكومة من عائدات النفط وجهود إعادة الإعمار عدا عن بحث جدول زمني لخروج القوة الأجنبية من البلاد جهود وصفها المبعوث الأممي إلى اليمن هانسي جرودنبرغ بالجدية والمشجعة مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تسعى من جهتها لضمان اتساق مفاوضات صنعاء مع الوساطة الأممية للتركيز على استئناف العملية السياسية الشاملة بقيادة يمنية وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من الرياض دكتور محمد بن صالح الحربية الخبير السياسي والاستراتيجي ومن بيروت طالب الحسنية المحلل السياسي اليمنى أهلاً ومرحباً بكم أبدأ معك دكتور محمد ما المنتظر من هذه المحادثات؟ مساء الخير تهيئة لك وضيفك الكريم أيضاً نتكلم لا نحن الآن في بداية مرحلة ملفات كثيرة وعديدة لا بد أن نعرف أن ملف اليمن ملف مهم وهو مرتبط مع أمور أخرى العنوان الأريض والحل الدائم والشامل في هذه المنطقة الحيوية التي تمثل لنا أعماقاً استراتيجية في المحور الجنوبي ليس المملكة العربية فحسباً للأمة العربية قاطبة ممرات حيوية استراتيجية ارتباط مع ستة دوائر عالمية الوقوف على منطقات أو نتقلم الخليج العربي وامتداده إلى البحر الأحمر حقيقة فالملف اليمني هو امتداد لسلسلة من المبادرات نعرف أن المبادرة في مارس 2021 امتدت إلى 2022 حل السياسي التوافقي الشامل فنحن الآن في تقدير وتقييم الموقف ووفقاً لأولويات قصوة وهناك اجتماع ما بين الوفدين السعودي والأماني مع المجلس السياسي للحوثي في صناعي ربما هناك نقاشات متقدمة ولكن يبدو أن هذا بداية الطريق إلى الحلول الشاملة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط سيد طالب ما الذي تريده الأطراف اليمنية المختلفة من هذا المسار الطويل كما يصفه سيد محمد نعم أولاً تحية لك ولضيفك والأستاذ المشاهدين بكل تأكيد وقبل ذلك دعني أشير إلى إشارة مهمة وأن المباحثات لا تجري مع الحوثيين كما يتم الحديث إنما مع مجلس وحكومة إتلافية وليس مع جماعة هذا لا بد أن يكون واضح تماماً حتى يكون الاتفاق بلو قيمة كبيرة المطلوب الآن هو البناء على هذا التطور الأخير في مسألة التواصل وجود وفد سعودي في العاصمة صنعاء ووفد عماني لا شك أنه تطور كبير الاتفاق على تمديد الهدنة أو على الهدنة التي استمرت لعام تقريباً أيضاً كان تطور مهم وجود قناعات عند السعودية وقناعات عند الدول التي قادت التحالف ضد اليمن لا شك أنه تطور كبير يدفع نحو الخروج من الحرب ما يريده اليمن الآن هو العودة إلى ما قبل 26 مارس 2015 إذا تم ذلك بناء على مرحلة زمنية أعتقد أن هناك كثير من التحقيدات ولكن في الحقيقة إذا بدأ الاتفاق على تمديد الهدنة ثم الاتفاق على فتح المطارات والموانئ وبالتالي رفع الحصار بعد أن توقفت أيضاً العمليات العسكرية نحن أمام تحول باتجاه السلام في اليمن إذا وصلنا إلى نقطة أن تنسحب القوات الموجودة القوات السعودية والإماراتية وأي قوات أجنبية موجودة على الأراضي اليمنية وبالتالي سنكون قد عدنا إلى ما قبل 2015 يعني 2014 ربما يكون هناك بعد التوقيع على اتفاق بين اليمن وبين الدول التحالف التي تقود السعودية فأن هذا سيكون هو بداية التحول الكبير فيما يتعلق بالمفاوضات اليمنية لأن هناك نوعين من المفاوضات المفاوضات بين صنعاء والسعودية التي قد تصل إلى في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاق يرتبط برفع الحصار وإيقاف العملية العسكرية وأيضاً سحب القوات المتوجهة على الأراضي اليمنية سيكون هناك حواراً آخر حواراً يمنياً يمنياً عاية الأمم المتحدة مثل ما كان في 2014 كان هناك حواراً يمنياً يمنياً في 2014 أفضل إلى اتفاق ما سمي حينها اتفاق السلم والشراكة الوطنية لا أقول أنه سيتم العودة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية ولكن هناك متغيرات كثيرة لكن من المهم أن يكون هناك أيضاً مفاوضات يمنية يمنية بعد ذلك سيد محمد ما الذي يجعل هذه المحاولة مختلفة عن المحاولات التي جرت في السنوات الماضية لأنها تأتي في خضم أحداث عالمية متلاحقة متسارعة أزمات حروب ملفات عديدة ملفات طاقة ملف انخفاض سلاسل التوليد والغداء انخفاض النمو العالمي أيضاً لا ننسى أنه التقارب السعودي الإيراني وإعلان عودة واستعناف العلاقات أنه خاصة الملف اليمني وجزء من هذه الملفات تأتي في إرادة سياسية قوية المملكة العربية السعودية تدخل هذه المفاوضات والمبادرات مثل ما قلنا امتداد لسلسلة من المبادرات من الكويت 2016 نيف في ستوك هولم 2018 وأخيراً المبادرة السعودية والهدنة المطلقة التي توقفت 2 أكتوبر العام الماضي الآن سيبحثون أيضاً المحاور الرئيسية الأربعة اللي هو فتح المطارات واستعناف أيضاً النقل البحري عبر ميناء الحديدة البنك المركزي والحساب المشترك وإيداع الإرادات المضي قدماً حول عدة مسارات كانت مسارات تنموية أخلاقية سياسية اجتماعية نحن الآن في مرحلة حقيقة متقدمة بالتوافق ما بين كافة الأقطاب والمحاور في اليمن المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أيضاً الحكومة في صنعها حكومة الحوثي لا بد أن يناقشون الأمور وفق أولويات قصوى وبالتدرج سيد طالب ما الذي يريده الحوثيون من هذه المحادثة يعني في الحقيقة حتى لا نعطي تفاؤل كبير هناك إشكالية قائمة وتعقيدات قائمة وأولى هذه التعقيدات يعني هو أن يكون هناك لأنه لا يزال هناك رؤية ضبابية فيما يتعلق بموقع السعودية السعودية تريد أن لا توقع على أي نوع من الاتفاقات هي تريد أن تقول أن هذه الإجراءات تتم من أجل الوصول إلى مفاوضات يمنية يمنية ولكن في الحقيقة يجب أن يكون هناك توقيع اتفاق بين السعودية كقائدة للتحالف الذي أعلن العدوان على اليمن في 2015 وكذلك الذي لا يزال يتحكم أيضا في مسألة الحصار وبين اليمن يعني بين المجلس السياسي في صنعاء والحكومة الإتلافية كما أشرت سابقا المطلوب كما رد على سؤالك المطلوب هو الخروج من الحرب الخروج من حالة الحرب والحصار هذا ما تريده صنعاء اليوم العودة إلى ما قبل 2014 ويمكن أن يكون هناك مفاوضات يمنية يمنية برعاية الأمم المتحدة ولكن دون أن يكون هناك أي أطراف خارجية تدخل أن الفترة الانتقالية التي كانت أعقبت 2011 هي فترة كانت مليئة بالمشاكل وهي كانت تمهد مهدت لهذه الحرب أيضا لا يمكن أن يكون هناك تسامح مع تدخلات خارجية في مثل الترتيب الفترات الانتقالية مشكلة اليمن دائما هو التدخل الخارجي في الفترات الانتقالية المطلوب الآن ربما هذا حديث سابق لأوانه حقيقة لكن المطلوب الآن هو رفع الحصار بدرجة نهائية بحيث تفتح المطارات كل المطارات وكل الموانئ تفتح الحدود المنافذ البرية كذلك تفتح المنافذ البحرية توقفت العمليات العسكرية المتبادلة أيضا هذا كان تطور مهم منذ عام يجري الانهاء أيضا الملف الاقتصادي المتعلق بدافع رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز أيضا التساءل السماح لتصطير النفط والغاز سحب القوات الأجنبية هذه كلها أمور يجب أن تجري صحيح أن هناك كثير من التعقيدات ولكن يجب أن تجري كل هذه الأمور قبل أن يكون هناك مفاوضات يمنية يمنية من بيروت طالب الحصنية المحلل السياسي ومحمد بن صالح الحربي الخبير السياسي والاستراتيجي من الرياض شكرا جزيلا لكم النقاش أكثر بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد شميرر الدبلوماسي الأمريكي السابق أهلا ومرحبا بك معنا سيد السفير أولا نبدأ بالدور العماني إلى أي مدى سيكفي في المراحل المقبلة من هذه النقاشات الطويلة كما أشار إليها ضيفاء سابق أعتقد وكما قال الضيفان نحن عند نقطة تشجع كثيرا بعد سنوات من العنف وخيبة الأمل أنا مسرور أن أرى المبعوث الخاص ليندر كينغ يعود إلى المنطقة وهناك عمانيون وآخرون يحاولون مساعدة الطرفين على حل النزاع وأخيرا نرى ما دعت إليه الولايات المتحدة لفترة طويلة وهو حل دبلوماسي يشمل كل الأطراف اليمنية ويخلق مسارا إلى الأمام أنا أرى هذا كخطوة إيجابية للشعب اليمني وللمنطقة تخفيف الصراع شيء جيد للمنطقة وأنا أرى مسارا مشجعا في الأشهر القادمة رغم هذا التفاؤل والإيجابية نجد من الضرورة أن نسأل ما الذي حققته الحرب وما الذي تغير لسوء الحظ أعتقد أن الأمر تطلب وقتا معينا لكل الأطراف كي تصل إلى نتيجة وهي أنه لن يكون هناك حل عسكري لما يسعون إليه لسوء الحظ هذا جاء على حساب الشعب اليمني ما هو موجود الآن على الأقل الأطراف الخارجية السعوديون الإماراتيون والإيرانيون وآخرون وصلوا إلى قناعة أن نزاع اليمن يجب أن يحل دبلوماسيا وحتى داخل اليمن أعتقد أن أولئك الذين سعوا للوصول إلى نصر كامل أو الحصول على كل ما يرغبونه وصلوا إلى قناعة أنهم لن يحققوا ذلك بالوسائل العسكرية يحاولون أن يحصل على ما يريدونه الآن بالحوار الدبلوماسي وهذا ما سنراه وهذا مفيد جدا للشعب اليمني الإدارة الأمريكية الحالية كانت من أوائل ما تحدثت عنه في أشأن الخارجي هو مسألة إنهاء الحرب في اليمن الآن كيف ستكون الرؤية الأمريكية لهذه المساعي السعودية خصوصا أنها جاءت مرتبطة كما أشار ضيفي من الرياض للتقارب السعودي الإيراني برعاية صيني أنا أعتقد أنه سيكون هناك تقدم عام في المنطقة لتخفيف التوتر والنزاع ويبدو أن أو نرى هذا بين السعودية وإيران وأيضا مع سوريا أعتقد أن هناك جهود لتخفيف التوتر الإقليمي وجزء من هذا يمكن أن يشكل تطورا إيجابيا في اليمن حيث الأطراف المتصارعة من الخارج قررت أن تسمح لليمنيين أن يكون هناك حوار بينهم وأن يصلوا إلى حل سياسي لخلافاتهم وهذا ما نراه يحدث حاليا وهذا ما أتوقعه ثم ستكون هناك إضافات لتخفيف التوتر في المنطقة والنزاع لما فيه خير المنطقة برعاية كيف سيكون موقع الحوثيين في السلطة مسألة الشرعية وغيرها من الملفات كيف ستكون حاضرة في نقاشة الأيام المقبلة هناك عدد من العناصر داخل اليمن الذين يسعون إلى أن يكون لهم صوت سياسي الحوثيون الآن لهم اليد الطولة يسيطرون على صنعاء وأجزاء من الشمال وبالتالي سيسعون لامتلاك موقف معين أو وضع معين في حكومة اليمن المستقبلية حتى الحوثيين يدركون أن جهودهم الخاصة بالسيطرة عبر القوى العسكرية لم تنجح وبالتالي يجب أن يتحولوا إلى المصاري الدبلوماسي للحصول على ما يريدونه من ناحية دورهم في الحكومة عبر الوسائل الدبلوماسية هذا يمكن تحقيقه وكل الأطراف في اليمن يمكن أن تحصل على ما تسعى إليه من ناحية الحلول التوافقية وأعتقد أن الأم المتحدة والولايات المتحدة ستساعد في التوصل إلى هذه النقطة في إجراءات الحل النهائي لهذه الحرب برأيك كيف سيأخذ بمسألة محاسبة المسؤولين عما جرى خلال هذه السنوات خصوصا فيما يتعلق بملف المفقوبين والأسرة والجرائم التي ارتكبت خلال هذه الحرب هذه دائما قضايا صعبة عندما تنهي الحرب خاصة حرب أهلية سيكون هناك دائما مقدار من المحاسبة ولكن كي تصل الأطراف إلى اتفاق وإلى حل للنزاع سيكون هناك أيضا بعض التفاهمات بأنه سيكون هناك نوع من المصالحة ونوع من القرار للتوفيق والمصالحة والسماح للعملية بالتقدم إلى الأمام وهذا يتطلب جهود كل الأطراف هذه هي التنازلات التي يجب أن تتم في نهاية نزاع مثل هذا المجلس الرئاسي الذي أعلن قبل وقت سابق في اليمن إلى أي مدى سيسهل مسألة هذا النقاش السياسي أم سيصعبها في مسألة انتقال السلطة وغيرها من الإجراءات التي ستحدث لاحقا أعتقد أن ما رأيناه قبل سنوات عندما كان هناك حوار وطني كان أول محاولة لجمع كل الأصوات في النقاش ولكن لسوء الحظ فشل هذا الجهد الآن هناك فرصة بعد ما حاولت عدة عناصر الوصول إلى الحل عبر القوة العسكرية نرى الآن فرصة للحل الدبلوماسي والحوار كل الأطراف في اليمن ستتوفر لها هذه الفرصة إلى أي مدى سيكون هذا التقارب السعودية الإيراني كافي لطهران لكي تنضي في دعم عملية السلام أو الانتقال أو تهيير الموقف الداخلي اليمني أعتقد أن هناك عنصران أولا إيران قررت أن تسعى لتخفيف التوتر في المنطقة وأعتقد أن السعوديين منفتحون على ذلك وإيران والسعودية قررت سويا فتح المفاوضات الدبلوماسية من أجل تخفيف خلافاتهم وفي نفس الوقت أعتقد أن إيران توصلت إلى النتيجة وهي أن دعم الحوثيين في اليمن لن يسمح لهم بالهيمنة أو أن تكون لهم السلطة المطلقة في اليمن وبالتالي هناك حاجة للحلول التوافقية ونتيجة لذلك الإيرانيون يدعمون الحوثيين في استعداد الحوثيين الحالي فتح حوار والتوافق حول مستقبل اليمن من واشنطن ريتشارد شمير الدبلوماسية الأمريكية السابق شكرا جزيلا لك